على طاولة المشاورات في الرياض تحتشد الأطراف اليمنية المتنافرة في معركة التمثيل الوزاري في الحكومة المرتقة بتشكيلها وعلى الأرض تتبادل الأطراف ذاتها إطلاق النار في أبيان وفقاً لمصادر محلية فإن قصفاً مدفعياً متبادلاً بين قوات الجيش الوطني وعناصر الانتقال اشتعل مؤخراً في خطوط التماس في منطقتين الطرية والشيخ سالم خلال ساعات الليل دون أن يسفر ذلك عن سيطرة أحد الطرفين على الأرض هذه المعارك تأتي بعد أيام من توجيهات قيادة الطرفين بالتهدئة ضمن مساعي تطبيق تنفيذ اتفاق الرياض الذي وقع في نوفمبر من العام الماضي الرئيس هادي وفي اجتماعه الأخير أبلغ مستشاريه بأنه متمسك بتنفيذ الشقين الأمن والعسكري من اتفاق الرياض قبل إعلان الحكومة لكنه في الوقت ذاته أبلغهم برغبة السعودية في حسم هذه الخطوة ووعدها بتنفيذ الترتيبات الأخرى خلال شهر من إعلان الحكومة